اشتركوا في القناة دي فعلا محتاجين نجيب الشيطان بالضربة القضية ونجيب لمس اكتاف لان القاف اللي هنتكلم عنها النهاردة والصراع اللي هنتكلم فيه النهاردة صراع بيتوقف عليه اما ان الانسان يوصل لاعلى درجات الجنة لو انتصر واما ان ينزل لاسوأ تركات النار لو اتهزم عشان كده النهاردة معركة بالبلد كده مصيرية معركة تاريخية الشيطان بكل اسف قدر يزين لكتير من المسلمين اللي اللي اللسان دوت الكلام اللي بيخرج منه ولا يهمك اي كلمة بتتقال ما بتتحسبش عليك لانه كلامه خلاص وهي دردشة وهي كلمة بتتقال هنا وفكهة المجالس هنا وكلمتين بنتفك فيهم هنا لكن في النهاية كل ده بيتحسب عليك ما يلفظه من قول الا لديه رقيب عتيد اخوي وحبيب عشان كده الصراع اللي لا دي هيكون الصراع مع اللسان عشان كده نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من كتر الكلام وجمع كل ده وكان في جملة حلوة قال من صمت نجا وراح اهلك لو عايزني اضمنلك الجنة اضمن لي حاجتين اضمن لي اللي بين الفكين واضمن لي اللي بين رجليك قال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنة ويجي في يوم من الأيام يتسئل حبيبنا صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل من أفضل المسلمين قال من سلم المسلمون من لساني هو يدي ويخبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم بمشهد يوم بيحصل كل يوم لكل مسلم على وجه الأرض كل يوم قال صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء الجوارح فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان يعني تخضع وتذل للسان تقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا أنت اللي ممكن تكون سبب دخولنا أعلى درجات الجنة وإنت اللي ممكن تكون سبب وصلنا لأسوأ دركات النار ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان بيوضح أن بالكلمة الحلوة اللي مش هتكلفك أي حاجة ومش هتتعبك ولا هتتعنى منها كلمة بسيطة طلعة كده ببساطة الكلمة دي ممكن توصلك لأعلى درجات الجنة قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة ورفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها دي المين يا رسول الله قال أعدها الله جل وعلا لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام يا سلام ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم حذرنا من أفات كتير جدا تعالوا بسرعة كده نشوف إيه هي الأفات اللي ربنا حذرنا منها وإيه اللي نبينا حذرنا منها صلى الله عليه وسلم علشان نتجنب الأفات ديت وعشان نقدر ننتصر على شطنة ونقدر ننتصر على لسنة ونفوز بأعلى درجات الجنة وننجم من النار بفضل الله أول آفة الكلام فيه ما لا يعنيك أن أنت تقعد تتكلم في حاجة مناش فيها فلانا جوزت ليه وفلانا اتطلقت ليه وفلانا جاب العربية دي ليه وفلانا هيسكن في البيت ده إمتى وفلانا بنجح إزاي وفلانا وفلانا أنا مالي قال صلى الله عليه وسلم من حصن إسلام المرء يتركوه وما لا يعنيه الآفة رقم اتنين الخوض في الباطل الكلام في المعاصي نقعد أنا واصحابي نتكلم في سيرة البنات والستات وفلانا بتعملوا فلانا بتساووا فلانا راحتوا فلانا جات وفلانا وعلان ووا ليه الكلام ده كله يقول جل وعلا محدثا عن أهل النار أنهم يقولون وكنا نخوض مع الخائدين وقال صلى الله عليه وسلم وإن الرجل اللي يتكلم بالكلمة من صخة الله يكتب الله عز وجل عليه بها غضبه إلى يوم القيامة وفي رواية ينزل بها أو يهو بها في جهنم سبعين خريفا اللقافة الثالثة المراء والجدال أعود أجادل فيك وأماري فيك وأخصمك وأزعلك وأعود أفضل أجدلك ساعتين وثلاثة وفي نهاية انتهي الأمر بالخصومة والسب والشتم واللعن والتقاطع والتضابر والهجر طب وليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم يعني أنا ضامن ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وقال صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل ولذلك خب بالك بقى من ضمن الخير اللي احنا اتحرمنا منه بسبب الجدال الجدال والمراء والتنازع والتلاحي إن ليلة الأدري كان النبي عرفها كان ربنا أرسله سيدنا جبريل وعرفوا ليلة الأدري يوم إيه أو ليلة إيه فخارج النبي من بيته صلى الله عليه وسلم عشان يخبر الصحابة بموعد ليلة القدر فلا أتنين بيتصرعوا وبيتخنقوا مع بعض فروفع علم ليلة القدر من النبي بشؤم التلاحي والتخاصم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري خرجت لأخبركم بليلة القدر فرأيت فلان وفلان يتلاحيان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في العش الأواخر في الوتر منها من ضمن آفات لسن الخصومات والشتم والسب واللعن والخصومات سبب كل شر ولذلك قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وأباح الكذب للإصلاح بين المتخاصمين قال حبيب وأنا ما تصل عليه صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا عرفت أن فلان متخاصم مع فلان بيتروح تقول الأولاني ياخد الراجل نفسي يجيصالحك بس مكسوف منك خايف لحسن ترده معقولة آه صدقني وتروح للتاني تقوله نفسي الكلام وتصح بين الاتنين أنت كذبت لكن الكذب ده مباح بل مستحب للإصلاح بين المتخاصمين من ضمن آفات اللسان الفحش وبذائة اللسان وأنا بقولك بسرعة كده علشان تبص كده وتشوف لمحة سريعة على ممكن حاجات كتير جدا بتمروا قدامك سواء أنت بتعملها أو غيرك بعملها وعشان تحذر من آفات اللسان وتقول لسانك حصانك انصنت صانك وانهنت هانك وكفاية بقى قول النبي عليه السلام من صمت نجا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء وقال صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانة وما كان الحياء في شيء إلا زانة بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن الآفات السبب حبيبة تقول ليه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقال صلى الله عليه وسلم الربى اثنان وسبعون بابا أدناها مثل اتيان الرجل أمه وإن أربى الربى أسوأ أنواع الربى استطالة الرجل في عرض أخيه أنك تقعد تتكلم في عرض أخيك وتسبه وتلعنه وتتكلم عنه كلام بزيء ده من أربى الربى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم اللعن من ضمن آفات لسان اللعن في ناس كده طول ما أقعد يقول لك الله يلعن فلان ويلعن فلان وربنا يلعن كذا ويلعن كذا ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون المؤمن لعانا يقول صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعث لحمة يقول صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله يقول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا طهر لسانك من اللعن والشكم والسب والأشياء دي كلها لأن المؤمن لسانه طيب لا يقول إلا طيبا من ضمن الآفات كثرة المزاح إيه دا هو الإسلام بينهى عن المزاح لا الإسلام ما بينهاش عن المزاح ربنا قال وأنه هو أضحك وأبكى ويقول صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا فلم ينفي الضحك لكن النهي هنا عن كثرة الضحك والسخرية والاستهزاء بالناس والتريق على فلان وعلى فلان ولذا قال صلى الله عليه وسلم لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب يعني ما يبقاش حياتي 24 ساعة هزار ونقط وضحك وتريق أواما إنما ممكن أضحك وفرفش وإحنا بنضحك وبندردش وبنفرفش وبننبسط مع بعض لكن في حدود في حدود الشرع وبشرط إنما يكونش الضحك فيه كذب وما يكونش فيه تريقة على حد وما يكونش فيه يعني عيازا بلأ سخرية من إنسان أو مسلم أو مسلمة أو حتى غير مسلم أو غير مسلمة ما يبقاش فيه سخرية من أي حد من ضمن الآفات السخرية والاستهزاء بالناس قال جل في علاد يا أيها الذين آمنوا حدش يسمع كلام ده إلا المؤمنين لا يصخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن يقول صلى الله عليه وسلم موضحا أن أنت ليه تستهزأ وليه تصخر من أخوك أنت تعرف مقادير الناس ده النبي بقول لرب أشعف أغبر ذيتم رين مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره يا سلام ده النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام والحديث الله البخاري كانوا واقف مع الصحابة وفجأة واحد معدي راجل باشا الله خرمه شكله جميل فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حرين إن تكلم أن يسمع وإن شفع أن يشفع وإن نكح أن ينكح فسكت النبي وشويتين مع الدرجة الفقير بسيط فقال وما تقولون في هذا؟ قالوا حرين إن تكلم أن لا يسمع وإن نكح أن لا ينكح محدش يجاوزه وإن شفع أن لا يشفع فقال صلى الله عليه وسلم لهذا الفقير الغلبان ده خير من ملء الأرض من مثل هذا خد بالك فأنت متعرفش مقادير الناس قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين العظيم فيضع في الميزان فلا يزن عند الله جناحة بعوضة وفي المقابل عبد الله بن مسعود صاحب السقان الدقيقة والجسد الرفيع في يوم من الأيام طالع يبسواك للنبي من على الشجرة فتأتي الريح فتكشف سقانه الرفيع فالصحابة يضحقوا فإلهم النبي عليه السلام مما تضحكون قالوا نضحك من دقة ساقي قال والذي نفسي بيدي لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد يا سلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر من ضمن الآفات برضو الشنيعة اللي ياما ضيعت ناس كتيرة الكذب الكذب اللي النهاردة فيه ناس بتكذب من غير ما تحتاج إنها تكذب من كتر ما تعودت إنها تكذب حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول لك وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا يقول صلى الله عليه وسلم أنا زعيم أنا ضامن ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا يقول صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمل خان وضح صلى الله عليه وسلم إن عذاب الكذاب في القبر إنه يشرشر شطقه من الفم الحد قفاه ومن الأنف الحد قفاه ومن العين الحد قفاه ثم يشرشر الجهة الأخرى ويظل هذا عذابه إلى يوم القيامة ويخبر إن يوم القيامة يأتي وجهه أسود ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة وممكن يستحق النار بسبب الكذب ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومن ضمن الآفات ودي من أكتر الآفات انتشارا بعد الكذب مباشرة الغيبة الغيبة يا مسلمين الغيبة فاكهة المجالس اللي لا تكاد النهاردة تجد مجلسا إلا هو لازم يتقال في سيرة فلان وفلان تحالوا نكمل موضوعنا موضوع خطير جدا ولكن بعد هذا الفاصل صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع جولة اللي لادي والله جولة مهمة إخواني وأحبابي بالله عليك وعايزين نتخلص من آفات اللسان من صمت نجا ياريت نطهر لسنة بالغيبة والنميمة والكذب والبهتان وقض في المحصنات والسب واللعن والشتم كل هذه الأشياء ما ينبغى أن تكون في مسلم ربنا يجعل لسنة كده يعني لا يقتر إلا الشهد والكلمات الطيبة عشان نرتقي في أعلى درجات الجنة ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى تعالوا نشوف الآفة اللي بعد كده وهي آفة من أخطر الآفات اللي هي فاكهة المجالس الغيبة يقول الجل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه سبحانك يا ربي حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وبيوضحه بيقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتاب المسلمين لا تغتاب المسلمين ولا تتتبع عوراتهم فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته يخبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم إن الغيبة من أسباب عذاب القبر ربنا يا رب يجعل كبرنا روضة من رياض الجنة يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حينما مر على قبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بل إنه كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة وفي رواية أحمد بسند صحيح قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالغيبة فكان يغتاب فيعذب في الغيبة وأما الآخر فيعذب في الغيبة إذن الغيبة من أسباب عذاب القبر طبعا عذاب القبر كما قالوا يعني أكتر ثلاث أشياء بيعذب فيها الإنسان في قبره بسبب البول والغيبة والنميمة ربنا يا رب يا عافينا وعافيك ويجعل كبرنا يا رب روضة من رياض الجنة ولذلك من دمن المشاهد اللي شافها النبي في ريلة الإسراء والمعراج أنه قال صلى الله عليه وسلم لما عرج بي لما عرج بي ليلة الإسراء والمعراج رأيت أناسا لهم أظفار ضوافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم مشكلة المشاكل أخوي وحبيبي إن ذنب المغتاب هو هو ذنب المستمع واحد بيقول لك أنا ما بقولش حاجة أنا بس بسمع أنا فقط بقول لي فلان إيه اللي أخبر فلان وفلان إيه دفلا بيعمل كذا وده سوى كذا وده كذا وده كذا وده كذا وتاني يقول لك والله ما نطقت كلمة حبيب قلبي حتى نوم ما نطقتش كلمة مجرد إنك تئذن لواحد يغتاب أخوك فأنت مشارك له في الغيبة إيه الدليل على كده في الحديث بتاع معز بن مالك الأسلامين لو حضرتكم فاكرينه لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم معترف أنه زنى وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم من دمن الروايات العجيبة لهذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر برجم ماعز بن مالك وقال للصحابة استغفروا لأخيكم قالوا غفر الله لماعز بن مالك قال والله لقد تاب توبة لو تابها سبعون لو تابها سبعون لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لو سعتهم شفت ديه وهو ماشي مع الصحابة اتنين من الصحابة خدوا جنب كده فواحد منهم قال للتاني أما رأيت إلى هذا الرجل اللي هو ماعز بن مالك ما دعته نفسه حتى رجم رجم الكلب هو إيه اللي خليه يروح يعترف أنه زلم ما كان يسكت وخلاص يفضل سايب نفسه يروح يعترف وبعدين يرجم رجم الكلب فسكت النبي هو سمعها وسكت النبي صلى الله عليه وسلم وشوية هم ماشيين أعزكم الله لقوا جيفة حمار ميت فقال النبي أين فلان وفلان خد بالك اللي اغتاب واحد واللي سمع التاني واحد قال له أما رأيت إلى هذا الرجل الذي ما دعته نفسه حتى رجم رجم الكلب التاني ما نطعش كلمة التاني سمع فقال أين فلان وفلان قالوا ها نحن يا رسول الله قال كل من جيفة ذلك الحمار فقالوا غفر الله لك يا رسول الله ومن يأكل من جيفة الحمار قال ما نلتما من أخيكما آنفا أشد عند الله من أكلكما من جيفة ذلك الحمار فاستدل أهل العلم بأن الإنسان لو سمع الغيبة كأنه اغتاب ولذلك النبي عليه السلام دعاك أن أنت ترد عن غيبة أخيك وأن أنت ترد عن عرضه قال من ذب عن عرض أخيه ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة اللي يدافع عن عرض أخيه ربنا يرد عنه النار يوم القيامة ويبعدها عنه سبحانه وتعالى لما يجي واحد يغتاب مسلم قوله بالله عليه غفر الله لنا وله بالله عليك بلاش سيرة الناس علامة الإفلاس كثرة الانشغال بالناس يا أخي ربنا برفيك اذكر الله صلى على رسول الله استغفر انشغل بعيوب وعيوبك تعال نذكر بعض بالله بدلا من نقعد نجيب في سيرة الناس وخصوصا سيرة أهل العلم فلحوم العلماء مسمومة نتقرب بنا في سيرة العلماء اللي احنا قاعدين مشغولين ليل ونهار فلان عمل وفلان سوى وفلان اتجوز وفلان خلف وفلان عدد وفلان وفلان اشغل نفسك بنفسك واعرف ان قدامك عقبة كأود لازم تعدي من على الصراط عشان تخش الجنة ومش هتعدي وانت معاك مظالم لا يمكن لبنا سبحانه وتعالى بيقول وعيزتي وجلالي لا يجاوز هذا الجسر اليوم مظالم أبدا لا يمكن لحد ما تأدي المظالم اللي عليك أخويا وحبيبي اشغل نفسك بنفسك القافل بعد كده برضو خطيرة جدا النميمة نقل الكلام بين الناس على وجه الافساد بروح اقول له فلان فلان قال عليك كذا وبروح اقول له فلان وفلان قال عليك كذا استفدت ايه حبيبي قلبي واستفدت ايه أخت الفاضلة استفدنا ايه لما ولعنا بين الناس واشعلنا نار الفتنة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضح ان من اعظم اسباب عذاب القبر النميمة لما مر على قبرين كما كنا في الحديث قال انهم لا يعذبان وما يعذبان في كبير بل انه كبير اما احدهما فكان لا يستبرق من بولي واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام يعني لا يدخل الجنة مع اول الداخلين انسان بيسعى بالنميمة بين الناس لانه اشعى اشعى للفتنة بين الناس وسبحانك يا ربي من شؤم النميمة كانت كصة كده جميلة بتحكى انه واحد نزل اشتري غلام عشان يشتغل عنده فواحد قال عبد طيب مبارك وقوي ومتين غير انه نمام فرجل الاشترا يعني استهام بلعب قال لي المشكلة نمام نمام مش مشكلة مدام بيشتغل كويس وقوي وشكله جميل ومنظره حلو اشترا الغلام ده كان غيته النميمة في يوم الايام دخل على سيده وقال له يا سيدي انا عايز اقول لك حاجة قال له تفضل قال له ده زوجتك زوجتك وقعت في حب شاب تاني وتوعدت معها انهم يمشوا مع بعض في الحرام وجاية اللي لا ده عشان تقتلك ولو عايز تعرف تأكد هتيجي النار ده مسكة سلاح كده عايز تقتلك وراح لزوجة الراجل ده قال له هجوزك هيجوز عليك ولو عايزة تمنع الجوازة ديت هتيلي بس شعرايا من لحيته وانا اعملك عمل اخليه حبك وما يحبش حد غيرك قلت له انا عمل ايه اخدي موس وهو بالليل نايم خش بس عليه وهتيلي بس شعرايا من لحيته وانا اعملك عليها العمل المرأة صدقت الكلام ودخلت على زوجها ومسك الموس وبعدين الراجل عمل نفسه انه نايم فلما لقاها دخلة بالموس على رقابته وهو ما يعرفش انها عايزة شعرايا من لحيته بيحسبها عايزة تقتله راح ماسك الموس وقتلها اهلها عرفوا فجم اتلو فقامت نار الفتنة بين العلتين اتلو فبعض بسبب النميمة وكل ده من شؤم النميمة ربنا عافينا عافيكم من دون الافات اخويا وحبيبي قف المحصنات ان انت تقعد تقول فلانا مشيها وحش وفلانا مشيها بطال وفلانا تقل لا في اعراض المسلمات قال جل وعلا ان الذين نارمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخر ولهم عذاب عظيم قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وكان من بينها كان من بينها وقف المحصنات المؤمنات الغافلات من دون الافات شهادة الزور قال جل وعلا واجتنبوا قول الزور ده في ناس بتتأجر يا مسلمين عشان تروح تشهد شهادة الزور قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخار يا مسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال حول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكرر وحتى قلنا ليته سكت اشفاقا على النبي آخر آفة افشاء الأسرار واحد قال لك سر ليه تروح وتفشي سره ليه تخلي الإنسان عيزا بالله يفضح أمام الناس ليه تروح تفشي سر الإنسان وتضمر مستقبله حياته يقول صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان أمانة السر يقول صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة لو أنا بكلمك وو أنا بكلمك كده التفت ليكون حد شايفنا فهي أمانة كإني بقولك الكلمة دي سر وأشد أنواع الأسرار ما يكون من الأسرار بين الرجل والمرأة ولذا قال صلى الله عليه وسلم إن أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأتي وتفضي إليه ثم ينشر سرها دي كانت بعض الأفات وإلا الأفات كتير جدا ذكرتها في كتاب الحقوق الإسلامية أكتر من خمسة وخمسين آفة من اللسان لكن اخترت لك أهم الأفات عشان تقول أنا بي أنا فين من كلام ده كله لساني ده لازم أطهره لا يمكن بعد النهاردة لا إفشاء سر ولا قصف المحصنات ولا غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا بهتان ولا شهادة زور ولا سب ولا شتم ولا لعن أنا إن شاء الله من هنا ورايح لساني لن يقول إلا خيرا وشعاري من صمت نجا من صمت نجا لسانك الأعضاء كلها كل يوم بتقول اتق الله فينا فإن ما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا لو لقيت حد قاعد في كدب وغيبة ونميمة ابعد عن المجالس واخرج وعيش لوحدك واذكر ربنا وصلى على نبينا صلى الله عليه وسلم واشغل لسانك بكثرة الذكر لله سبحانه وتعالى فذكر الله دواء ذكر الله دواء وذكر الناس ده وعلامة الإفلاس وعلامة الإفلاس كثرة لانشغال بالناس أسأل الله أن يطهر ألسنتنا من كل هذه الآفات وبكده نكون انتصرنا إن شاء الله على الشيطان أمس أكتاف يعني أسأل الله عز وجل أن يطهر ألسنتنا من الغيبة والنميمة والكذب وسائر الآفات اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا اللهم نجينا من عذاب القبر اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة